قديني اسم حد قال انا سبت مراتي ليه او هو وقال لك تامر شارين واسمه ايه ده ورجعوا البعض بعد يومين ما تعرفش واسابوا بعض تاني وممكن نتروع بعض وبعض زمود فضحوا بعض على الصوت شارين وكل ده هي مش فضحته ورجعت بعد كم يوم بقت معاه دي حاجات بك حضرتك اكيد عارف بقى الكواليس بقى اللي احنا اللي مش ظهرة للجمهور اللي هي ايه مثلا يعني مثلا بداية قصة حسام حبيب هم اللي احنا نعرفه ان هم في البداية كانوا اصدقاء وبعد كده الصداقة حوالت الى قصة حب وجواز مظبوط وعملوا الدوتس مع بعض حلوا قوي بسفروا وتصوروا برا وكان جميل جدا واتجوزوا اي اتنين بيتجوزوا بيحصل ما بينهم مشاكل وعنده شوق العيال يعني وفي الاخر بيتصفوا وبرجعوا البعض لا بس دي برضو ما كانتش مشاكل عادية يعني كان الناس بتقول انه كل ناس اللي حوالين شرين تصريحات لك بتطلع ان حسام حبيب بيستغلها ان حسام حبيب ما بيحبهاش بجد ان حسام حبيب عايز حاجة معينة منها ان اخوها كان مسك ادارة اعمالها ومشي لما حسام حبيب جي وظهر في الصورة حسام دخل في حياة شرين تغير اسلوب الشغل حاب يعمل اوبجريد كده اوبجريد اه طبعا انا بكلم في الشغل حاب يطور جاب ناس متخصصة كل واحد في مجاله يعني محمد الشعر مسلا في حاجة ومش عارفين في حاجة وعملها ادارة اعمال تستاهل انه يعني اصل ان هو سبب في نجاح مش هو السبب سبب ان هو عاوز يعمل حاجة مختلفة لشرين مم ما ممكن يبقى اخويا كتير اوي من الفنانين اخواتهم مش شغلين معهم كتير اوي ممكن اخوي اه كاخ اعمله اللي هو عايزه بس كشغل مين اخوه شغال معاه لا واحد بس هو تامر حسن يقول حسامي اللي معاه ومحمد فؤاد كان برضه اخوه اللي مسكله شغل بس بس يعني برضه يعني الشرين في المرحلة دي لما اتجاوزت حسام حبيب هي الشرين محتاجة اللي يغير لها ويتوار لها عشان تبقى نجمة دي هي كتفى عز نجميتها ولما اتجاوزت حسام حبيب اعمالها بدأت تقل وهو حبها وبيه لبيه حبها يعني انا يعني إلا بقى اذا كان هو عنده حاجة اهداف تانية بس انا اللي شفته اللي هم اللي كانوا بحبه بعض اعم انت قعدت يعني مثلا انت ممكن تقوليلي مثلا حسام حبيب كسب ولا خسر من شرين اعم حسام حبيب خسر من يوم عرفته بشتي خسر من شرين خسر جديد كتير جدا خسر ايه اقولك بقى حسام حبيب اولا لو انت امتبع اغانيه الاولانية اسيبة لا كان ولد حلو وشغال حلو جدا وناجح جدا واغانيه حلوة جدا عمر ديه عمري ديه اساسا كان متبنيه كملحن اه شاطر جدا 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 لو مركز حسام حبيب في شغله كان يبقى زمانه من الصف الاول دلوقتي فالخمس ست سنين اللي هو ضيع وقته فيهم دول كان حسام حبيب ممكن يبقى في حتة تانية اشتركوا في القناة